الأحوال المناخية الاستثنائية أصبحت سمة ملازمة للحالة الجوية للسلطنة خلال السنوات الأخيرة وهي حالات يستبشر بها المواطنون والمقيمون لما لها من مردود إيجابي في رفض المخزون الجوفي للسلطنة بكميات هائلة من المياه ومن أجل ذلك أقامت السلطنة العديد من سدود التغذية الجوفية وسدود الحماية بمختلف محافظات السلطنة كما أجرت السلطنة تعديلات في مجاري الأودية وأزالت التعديات التي كانت تعيق جريان الأودية والتي تتسبب في بعض الحالات في دخول المياه إلى بعض المناطق السكنية فيما سهلت الجسور التي أنشئت مؤخرا عملية سيابية الحركة المرورية وتدفق مياه الأودية من تحتها إلا أن الوجه الآخر لهذه الحالة المناخية هو امتلاء الكثير من شوارع البلاد ودواراتها بكميات كبيرة من المياه يعزوها خبراء الطرق إلى طبيعة التصميم الهندسي لهذه الطرقات وعدم توفر آليات التصريف الجيدة لكميات المياه التي تتجمع على شكل برك ومستنقعات تعيق حركة المرور طوال فترته طول الأمطار الأزدحام وكل هذا مشاكل التصريف ما فيه تصريف صراحة إحنا وقايا من صوب الرستاق طول الشارع بدون تصريف كل مشاكل السير سبتها هذه سبت هذه المياه كان عندنا له التجمعات المائية الكبيرة اللي كانت في الشارع وطبعا كان فيه زحمة كبيرة في الشارع وتفاجئنا أن كل الطرق كانت مغلقة فكان تقريبا استغرق تقريبا ثلاث ساعات أنا كنت في الطريق وكانت في تجمعات كبيرة عند سيدي سنتر وتجمع مائي كبير في الخوير كاميرا الأخبار وفي هذا المشهد تنقل لكم الصورة كما هي وقته طور الأمطار والساعات التي تليه فيما عبر بعض الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عن رأيهم حول تكرار امتلاء بعض الشوارع بالمياه عنده طول الأمطار وضعف آلية التصريف مبدين رغبتهم على ضرورة وضع حل لذلك هذا المشهد بحاجة إلى معالجة سريعة لتنعم عمان بنعمة الأمطار دون أن يواجه ساكنيها مخاطر تجمعات المياه وليسلك العابرون طرقهم نحو وجهاتهم بسلاسة ويسر وهم يستمتعون بنعمة الأمطار ترجمة نانسي قنقر